عايزك تكلني علي الهدفين هدف سيمبا وهدف الاهلي اه هدف سيمبا هدف السيمبا بص كامل عيب كامل عيب كامل عيب هقولك اسمه لما يشوف الهدف هيزعل من نفسه اولهم اولهم بالناس ما تكلمش علي خالص ماروان عاطية انت بتخيل ان ماروان عاطية في ظرف الخمس ثواني ايه دكورة سيمبا مرتين؟ هو ده الهدف اه ده الهدف ايه هو ده هو ده هذبت لك الهدف دخل الهدف خلاص انت متخيل ان مروان عاطية اللي هو راس ماله انه لعب ممرر جيد بيجيد قراءة الملعب بشكل جيد بيجيد التمريرات الطولية بشكل جيد بيعمل تمريرتين دون ضغط دون ضغط ثلاث خضوط دون ضغط لما ليه بيضغط عليه ويعمل تمريرها غلط اعزره ان ملعب بيعمل تمريرة دون ضغط غلط اللي بصها كريم انت بص على السورة كده بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة. فين الضغط على مراوان. ما فيش. صفر. صح? طب مراوان هيعمل ايه? مراوان هيديها لعبة عسينبا. كمل. يلا. ده بداية الهدف. بس عشان الناس ما تسرحش مننا. ده بداية الهدف. ده لعبة عسينبا. لعبة عسينبا قد ترخيره. هم لعبة طيبين جدا يعني. راح راح مرجعها تاني لمروان. كمل. اهو. مراوان رجع خدها تاني. طيب كمل. فريم اللي بعده. هيعمل ايه مراوان? مراوان اهو. فين الضغط على مراوان? ولا حاجة. كمل لبعده. بص هيعمل ايه? اديها تاني لعبة عسينبا. في خمس ثواني. في خمس ثواني. بيعمل غلطتين دون ضغط. تمريرات مضمونة دون ضغط. في وسط الملعب بتتعمل بالشكل ده. نروح لهاني. لعبة خم اتنين. ياهاني لازم تكون اجريسيف اكتر من كرا شوية. لازم. هو كشي من الكرة بلاعة المنتخب. بتاعة ماتش الجزائر. الله اعلم. فانا مش كرة تحت حياستك. خش اجمد من كده. هو اعتمد ان الحاكم يسفر. والحاكم ما يسفر لهش. ده اللي ايه برقم اتنين. كمل اللي بعد. اللي بعد. بص. ابتلت بقيت ثلاثة على اتنين. لسه هنا مراوان بيرجع. فبقيت ثلاثة على اتنين قبله مراوان يرجع. كمل. اللي بعد. فريم اللي بعد. بص هنا. معلول طبعا. 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 راجب ان فيش حد بيعمل اوفرلاب من دورة معلول. فمعلول سايب له المساح. ادي الغلطة الاولى. بص بقى خلي بالك ركز على محمد عب منع. وانا دايما بقف عند اللعيب اللعيب اللي المفروض الستاندر بتاعه او مستواء الثابت. مفروض انه مميز. انه بقف عند غلطته اكتر من لعيب العادي. بص هنا على محمد عب منع. محمد عب منع. مفروض انه مسك الراجل صح. وبيلعب على مواجم سيمبة. بص راجل اعمل معي. الفريم اللي بعده. ليه? عشان ايه? يعني انت رايح عب منعب تعمل ايه? سبت الراجل ليه? وانتو اتنين بس على ثلاثة. يعني انت شايفه بوشك في بداية الهجمة ان فيه ثلاثة على اتنين. انت الراجل سرقك كده ازاي? ده الاولاني. طب ما رح يطلوش. رامي يقافل مع الراجل اللي قابله. عظيم. جميل. فلا هو خده ولا راجل خده. الراجل التالت. وهنا هلقوم بقى على لعيب من الظهر في الكادر خالص. هاني وقع. هاني وقع. المفروض الطبيعي لما الظهير الطرف بيقع او بيحصل مشكلة اصابة. الراجل الجناح بينزل يغطي. دايما كان بيعمل حسين الشحات. فين تاو في الكادر? مجاش. انا عندي تلاتة. تلاتة. سبعة. سبع لاعبين. وحارس المرمى. تم اللاعبين. مش منهم تاو. تاو مفروض كان يروح يقفل مع الراجل اللي هناك ده. او ينزل تحت يقفل مع الراجل اللي سجل الكورة. خطأ. مركب. سازج. لعادة الهل هتزعل منه قوي 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 قوي. وكلها اللي كان لحق يبغضوا جدا بعد المباراية. عظيم. هدف الاهل. هدف الاهل هي الكورة الوحيدة. الوحيدة. المكتملة اللي اتعاملت صحي نهاردة. المكتملة الوحيدة. في حاجات اتعاملت على فترات معقولة. محاولات جيدة. كانت وضقة الكروس والباسمت بتاع كرار. كل ده. كل ده اتعاملت صح. الكورة الوحيدة في المباراة. تاينة بتتكلم الكورة دي. عشان كرارت تتركز بعد ما دخل فيك هدف. اه. لا انت كرارت تتركز بعد وابتريدت تستنفر نفسك وطاقتك. صح. بشكل كبير. وبعد اللعبة اتشدت لما لقيت اللعبة موجودة خلاص انا طالع من الملعب. سواء كهرباء كان احتمال كبير يخرج. حسين الشحك كان احتمال كبير يخرج. تاو كان ممكن يخرج. فتبكى مع الجزء الامامي اللي عنده المشكلة او معظم المشاكل كانت عند الجزء الامامي. كلهم كان ابتلوا يركزوا. هنا بص. هنا ابتريدت فجأة. فجأة. بعد الدياء سبعين خمسة وسبعين. المفروض التركيزي قل. لا التركيز زاد. لان هنا في وعي من حسين. بالمكان وبالزميل. لان الكورة هتتباص من افشا. هيعديها. هيفنت الكورة يسيبها. تروح لعلي معلول وهيدخل هو يكمل انسايد. بص. رفع تراس بتاعة علي معلول دي. علي معلول شايف كهربا من قبل ما يروحه من قبل ما يوصل للجول 18 عشان حتى نحط الكورة بالعرض. بص صلو شايفه. راح كمل. راح حطت الكورة بالعرض. راحت لكهربا اللي مراحل واقف واخد الخطوتين اللي لو دخل جوه هيقفل على نفسه ان هو يقدر ياخد الكورة بتاع علي معلول ان هو العيد مش بتاع ضربات رأس. فضل ورا علشان خاطر يقدر الكورة جيله وهو مرتاح. حطها ببطن رجله. يسجل. وده من ضمن النقاط الإيجابية بالمناسبة لما اتكلم على كهربا لانه كهربا انا من اشد المنتقدين لكهربا فقوقت كتير جدا.